أعوذ بالله من الشيطان الغجيجين بسم الله الرحمن الرحيم يا أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنذيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما عنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأضغان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم لأنذرهم أم لن تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشل الرحمن بالغير فبشره بمغفرة وجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في غمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم بل يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مغتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغي عني شبعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي قلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من قعده من عدد من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الغرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من خيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأذواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادق الورجور القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرق القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلكي نسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مواردين وإذا قيل لهم إلا صيحة واحدة تقفضهم بهم نفسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصنون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم تميرا لدينا مغورون فاليوم لا تظلم نفسن شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكهون هم فأزواجهم في ظلال على العراق متكهون لهم فيا فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وانتازل يوم أيها المجرئون لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراف مستقين فلقد هضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقم على أفاههم ما تكلبنا أيديهم ما تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستمعوا الصراط فأمرنا يصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بغيوهم ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا ياقلون وما ينلمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينغى من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظلنا لهم فمنها رفضهم ومنها يحفظون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جند مخبرون فلا يحظون قولهم إنا نعلم ما يفرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطبة فيذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده بنكوت فل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر